إسرائيل ولدت كدولة يهودية هي هكذا ولدت وهكذا ستبقى هذه تصريحات أثارت جدلا كبيرا فمن أطلقها هو رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس الشريك في الاتلاف الحكومي الإسرائيلي في مؤتمر غلوبس شعار القائمة الموحدة هو الواقعية وأنا لا أريد أن أضل إلى أحدا أنا كنت في مظاهرة ضد قانون القومية قبل ثلاث سنوات لكن هذا هو الواقع والسؤال المهم ليس ما هي هوية الدولة لكن ما هو موقع المواطن والمجتمع العربي في دولة إسرائيل اليهودية إذ أن أعضاء القائمة المشتركة التي تمثل العرب في إسرائيل اعتبروها قبولا بقانون القومية الذي يصنف إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي أقول لكل ما يتحدث عن يهودية الدولة وللنائب منصور عباس الذي أشار إلى أنه يقول الحقيقة بأن هذه دولة يهودية نعم هذه دولة يهودية أمام المواطنين العرب وديمقراطية أمام المواطنين اليهود هذا هو حال دولة إسرائيل الرئاسة الفلسطينية في رمالس تنكرت أقوال رئيس القائمة العربية الموحدة كما أدنتها تنظيمات وحركات فلسطينية عديدة منصور عباس تجاوز كل الخطوط الحمراء حقيقة يعني تبنيه لفكرة يهودية الدولة وسكوته وصمته عن الجرائم التي اتكبتها حكومة الاحتلال بالحق الشعب الفلسطيني حزب اليكود وأعضاؤه لم يضيعوا الفرصة التي حولوها إلى هجوم على الحكومة خاصة الأحزاب اليمينية فيها نواب حزب يمينة إن منصور عباس بات أكثر يمينية منكم منصور عباس يقول إن إسرائيل ولدت كدولة يهودية وستبقى كذلك ليس المهم ما يقصده لكنه على الأقل يحاول أن يكون كذلك القائمة العربية الموحدة اختارت قبل نحو نصف عام كسر القاعدة التي اتبعتها الأحزاب العربية في إسرائيل بخوض غمار القضايا السياسية من داخل الاتلاف الحكومي وليس فقط من خلال منصة الكنيسة ومنصور عباس يقول إن مشروع حزبه هو تمكين المجتمع العربي من خلال الاعتراف بالواقع وتغيير السياسات من الداخل ينقسم الشارع العربي خاصة والإسرائيلية عامة حول موقف القائمة العربية الموحدة والتزامها بمواقف الحكومة في الكثير من القضايا بين من يرى أن هذا الحزب قادر على التأثير في سياسات حكومية سيمة تجاه المجتمع العربي وآخرون يقولون إن الأحزاب الإسرائيلية قابلت به على مضد من أجل تشكيل الاتلاف وإطاحة نتنياهو فقط محمد الصياد الحرة من مدينة القدس وعلى الحديث ونقاش هذه التصريحات ينضم إلينا من تل أبيب سامية بوشحادة العضو في كنسة الإسرائيلية عن القائمة العربية المشتركة ومن القدس ينضم إلينا مير مصري الأستاذ للعلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيد سامي ما موقفكم من هذه التصريحات؟ أولا عزيزي مهم أنه نرى هذه التصريحات في سياقها الصحيح يعني هذا ليس جزء من برنامج القائمة العربية الموحدة كما خرج جزء كبير من قيادات القائمة العربية الموحدة ضد هذه المقولة سقطة سياسية إضافية تضاف إلى سقطات سياسية كثيرة للنائب منصور عباس مؤخرا ولكن قائمته التي يمثلها أو يدعي أنه يمثلها قالت أن هذا ضد برنامجها السياسي وأن القائمة الموحدة في مكان آخر خطورة هذه التصريحات أخي تنبع من أن الاعتراف بيهودية الدولة يؤبد حالة التمييز العنصر التي نعاني منها نحن الفلسطينيين في الداخل ويقوم من خلالها منصور عباس بتبني الرواية الصهيونية التي تتناقض تماما مع روايتنا الوطنية ومع ثوابتنا الوطنية هذه طريقة جديدة يحاول أن يفرضها منصور الشخص باعتقادي ولكنه سيفشل لأن هناك إجماع فلسطيني واضح في كافة مركبات فصائل شعبنا الوطنية في كل أماكن تواجده ضد فكرة يهودية الدولة لأن هذه الفكرة فيها بعد عنصري يميز بين المواطنين أهل البلد الأصليين نحن الفلسطينيين والمواطنين اليهود سيد مير مصري سيد منصور عباس يقول أنه خرج في التظاهرات الرفضة لهذا القانون قبل ثلاث سنوات ما الذي تغير؟ شكرا لكم على الدعوة أستاذي الكريم تحياتي لك ولضيفك من تل أبيب ولمشاهدي قناة الحرة في كل مكان مبدئيا هناك مبالغات كثيرة فيما يتعلق بما نسب إلى سيد منصور عباس حيث أنه لم يدعم فكرة أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي وإنما اكتفى بأن يعترف شيء هو يصفه بأنه أمر واقع أي أن إسرائيل ولد الدولة للشعب اليهودي ولد الدولة يهودية وستستمر كذلك والمهم هو أن المكون العربي الكريم داخل إسرائيل تكون له مكانة التي تطليق به كسائر مواطنين داخل الدولة وبالتالي الطرحة أو العبارة التي تفاوها بها سيد منصور عباس ليست زالت لسان على الإطلاق وأعاتب للأذف بعض القنوات الإعلامية في المنطقة حتى ممن يناصر التطبيع مع إسرائيل ولكن لديه موقف من جماعة الإقوان المسلمين وأرد أن يصطف الماء العكر حتى يشوه من وجهة نظرية صورة الإقوان المسلمين وأعتقد أن الدكتور منصور عباس لا علاقة له بالإقوان المسلمين هو ابن المكون العربي الكريم داخل إسرائيل مواطن إسرائيلي مسلم متدين محافظ وطبعا لا يوجد أي تناخذ من وجهة نظرنا بين الإسلام كدين والمواطنة الإسرائيلية الجامعة الشاملة سيد ماير لكن هذه التصريحات التي قالها سيد منصور عباس وما تصفه بأنه الواقع هناك اعتراضات عليه حتى من الرئيس السابق للبلاد رعوفين رفلان ولمتظاهرين خرجوا ضد هذا القانون وكذلك لمواطنين درزيين أستاذ الكريم أنا شخصيا وضع لجنة مركزية لحزب العمل وكنت ضد هذا القانون هذا مشروع القانون قبل أن يصبح قانويا لأنني اعتبرت أنه يعيد أشياء موجودة أساسا في إعلان استقلال الدولة والذي هو نص زو قيمة دستورية وبالتالي لم يأتي هذا المشروع بجديد وكذلك أيضا بعض الصياغات أنا أعتقد أنه من ناحية القانونية لم تكن منضبطة ولكن رغم اعتراضي لهذا المشروع القانوني إلا أنني لا أعتبر على الإطلاق أن هذا القانون أولا عنصري أو ينتقص من حقوق المكونات المختلفة داخل إسرائيل وأنا أريد هنا أن أقول شيء هام للغاية لمشاهدي قناة الحرة نحن في إسرائيل أولا في الدين اليهودي لا يوجد شيء في الدين اليهودي اسمه اليهودية أي أنه كلمة يهودية مفهوم اليهودية ومفهوم غير يهودي مفهوم ألصق باليهود في المهجر ونحن نقول في ديننا دات موشي دين موسى الدين الموسوي وكلمة يهودي يهودي تأتي من بلد دولة يهودا أي أنه انتماء وطني انتماء قومي ليس انتماء ديني على الإطلاق وحينما نتحدث عن وسائل الإعلام بالأحرى وسائل الإعلام العربية لأنه في العبرية لا نقول قانون قومية ووسائل الإعلام حينما تتحدث عن يهودية الدولة فهم يخلطون بين الدين والقومية نحن نتحدث عن يهودية الدولة بمعنى عبرية الدولة أي كما أن هناك 22 دولة عربية في العالم ودول ليست عربية صرفة فيها الكردي والقبتي والأمازيغي والنوبي نحن نتحدث عن في إسرائيل من حق الشعب اليهوندي أن تكون لها من حق الشعب العبري كما أن هناك أستاذ كريم هذا طرح عنصري للغاية كما يقول سيد عباس سيد مهير مصري سأقول إليك لنجعل هذا حوالا مع ضيفين كلمة أخيرة العين العنصرية هو أن يقول المرء أنه من حق 22 دولة أن تكون عربية وليس من حق الشعب العبري أن تكون لها دولة أن يعتبرها دولة عبرية هذه هي العنصرية وكأن الشعب العبري أقل شعنا من الشعوب العربية سيد سامي ما تعليقك على ذلك عزيزي واضح أن المحاور يحاول أن يطرح علينا الرؤية الصهيونية لتاريخ بلادنا ولحاضر بلادنا نحن لدينا رواية أخرى مختلفة تماما هي أقرب إلى الحق وهي أقرب إلى الواقع وهي الرواية الفلسطينية عملية بناء دولة إسرائيل كانت على خراب دولة فلسطين معنى أن تكون هنا دولة يهودية أن هناك تجاهل لحقوقنا نحن أبناء هذا البلد الأصليين إسرائيل لم تقم كما تزعم الرواية الصهيونية في أرض صحراء وأرض فارغة هي أقيمة على حساب أبناء الشعب العربي الفلسطين ومن أجل إقامتها أو ما أسمىه منصر عباس ولادتها كانت هناك جريمة كانت هناك تهجير شعب واستمرت أيضا بعد هذه عملية التهجير سياسات تمييز عنصري في كل مجالات الحياة كل ما يمكن أن يقاس بالأرقام يثبت أن الأقلية الفلسطينية مواطني دولة إسرائيل يعانون من كافة أنواع التمييز في كل مجالات الحياة هذا ممكن إثباته بسهولة بالأرقام القضية الأساس أن هذا التصميم على أن تكون الدولة اليهودية يستسني حقوقنا نحن حقوقنا الوطنية نحن أبناء البلد الأصليين ويميز ضدنا وهناك فوقية يهودية في قانون القومية وأيضا في وثيقة إعلان استقلال دولة إسرائيل هناك تعالي استعلاء فوقية لليهود علينا نحن أبناء البلد الأصليين هذه الفوقية تؤدي إلى تمييز عنصري ما نقوله أنه يمكن أن يكون هناك حال أفضل أفضل للجميع وهو تحويل هذه الدولة إلى دولة جميع مواطنها نحن نعترف بحقوق اليهود الذين توافدوا إلى فلسطين هاجروا إلى فلسطين كمجموعة قومية ونحن نريد أن يعترفوا بنا نحن أيضا كشعب وأن نعيش في دولة تسمى دولة جميع مواطنها لا تميز لا للعرب ولا لليهود نحن نؤمن ببناء منظومة سياسية قائمة على المسوى والعدالة وحقوق الإنسان للجميع سيد مير مصري هذا القانون نقر قبل ثلاث سنوات نحن لسنا في معرض مناقشته الآن لكن نتحدث عن هذه التصريحات الجديدة التي ترى أنها إقرار لواقع وليس الدعوة إلى الموافقة عليه ما الذي يعني هذه التصريحات من أول عضو في الحكومة أول عضو عربي في الحكومة لمستقبل البلاء أولا هو ليس أول عضو في الحكومة حكومات إسرائيل متعاقبة كان فيها الكثير من المجموعات العربية المجموعات العربية داخل إسرائيل ولكن هو منسوب إلى حزب معادل الصهيونية مناهض للصهيونية ولكن هناك نواب عرب ووزراء عرب في سابق وحتى في الحالي ينتمون إلى أحزاب صهيونية إلى حزب العمل إلى حزب ميرتس إلى حزب الليكود إلى أحزاب عديدة داخل إسرائيل بيتنا وبالتالي هذا ليس بجديد ولكن هو السيد منصور عباس شخص واقعي ويريد أن يشتبك مع القوى المتواجدة في الاتلاف وهو جزء من الاتلاف الحاكم بعيدا عن الجعجع الإعلامية والاستياط في الماء العكر أنا لدي حقيقة أنا أرف تماما كل ما قيل من قبل شريكي في الحوار السيد سامي لأن هناك تضليل كبير فيما قاله وكأن هناك شعب أصلي في هذه البلاد واليهود هما وفدوا على هذه الأراضي من هذه البلاد من الخارج وهذا كلام غير حقيقي لأن الكثير من اليهود الذين يعيشون في هذه البلاد هم يعيشون منذ قرون وبل منذ أكثر من قرون وكذلك الكثير من العرب هما أتوا أتوا من سوريا أتوا من مصر أتوا من العراق في بداية القرن العشرين ولذلك هناك هذا كلام كلام مرفوض على الإطلاق مسألة أن هناك شعوب أصليين لا يمكن أن نقول أن هذه الأرض هي فقط حكرا على اليهود كما أنها لا يمكن أن نقول أنها فقط حكرا على العرب هناك مكونين مكون يهودي عاد إلى وطنه بعد الشتات ومكون عربي كريم هو كذلك له كل الحقوق الحقوق الموطنة في هذه الأرض لم تكن هناك دولة اسمها فلسطين تم على أنقاضها بناء إسرائيل لم تكن هناك دولة بهذا الاسم ولم تكن عربية كان هناك كيانا اسمه الانتداب البريطاني لم يكن دولة ولم يكن عربية سيد مير مصري لننقل الحوار إلى جزء آخر أسألك عن دور هذه التصريحات لا بالعروبة ولا بالإسلام نحن في ورصة فيه أنا أقول لك في المشهد الداخلي في إسرائيل لا يوجد أي تمييز عنصري ضد المكون العربي الكريم ولكن نحن في إسرائيل في نظام القائم في إسرائيل نميز بين المواطنة والقومية هذا شيء غير متوافق في دول عديدة على سبيل المثال وهي دول أحدية القومية كفرنسا على سبيل المثال كألمانيا كإيطاليا كل من هو فرنسي هو ينتمي إلى قومية واحدة هي القومية الفرنسية سواء كان من أصل زينجي من أصل عربي من كل الأصول طالما حصل على المواطنة الفرنسية أصبح قومية فرنسية نحن في إسرائيل نموذج آخر قوميات مختلفة تعيش في إطار دولة مزدوجة هناك أكثر من قومية تعيش في إطار المواطنة سيد مير لننتقل إلى سيد سامي لتعليق أخير ما تأثير هذه التصريحات سيد سامي على المشهد السياسي الإسرائيلي في هذه اللحظة لا يوجد تكافؤ لا يوجد تكافؤ بين القوميات في إسرائيل هناك تكافؤ تكافؤ وبين لنستمع لنستمع لضيفي لتعليق أخير من ضيفي سيد مير سيد سامي فيما يتعلق بالدعاء الواقعية في خطاب منصور عباس أخي نحن قيادات سياسية هناك من يقرأ الواقع من أجل الحفاظ عليه وهذا واقع سيء وهناك تمييز في كل مجالات الحياة نحن نقرأ الواقع من أجل تغييره نحن نعرف أن إسرائيل ترى نفسها أنها دولة يهودية ولكن ننتقد هذا الواقع العنصري السيء ونريد أن نبني مكانه واقع أفضل لجميع المواطنين عربا ويهودا وهو تحويل هذا الكيان السياسي إلى دولة جميع مواطنها مقارنة إسرائيل في باقي الدول التي ذكرت واضح أن لضيفك هناك مفهوم خاطئ في معنى المواطنة في فرنس أو معنى المواطنة في إسرائيل المواطنة الفرنسية تسمح لكل من هو مواطن فرنسي بأن يحظى بالمساوى لأنها مبنية على فكرة المواطنة بالأساس في دولة إسرائيل اليهودية هي الأساس واليهودية هي هوية لا تريد أن تضم الجميع الكنسة الإسرائيلية عن القائمة العربية المشركة واشترك كذلك سيد مير مصري أستاذ العلوم السياسية في جامعة العبريات في فتس شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر